اشتركوا في القناة اليميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english.l-wired.tv من خلاله بتقدروا تسألوا الأسئلة اللي عندكن إياها وأيضا تحصلوا على الموارد اللي هي الدروس اللي عم تقطع معنا بكل حلقة لحتى تتابعوا معنا أيضا نذكركم أنه جيبور أو ألم للدون وملاحظاتكم الشخصية تحتفظوا فيها كدروس لألكم بوقت لاحق وهلأ أنا وإنتم ننتقل سواع على الفقرة الأولى من برنامجنا وهي فقرة comprehension مثل ما قلنا مشاهدين الفقرة الأولى معنا اليوم هي فقرة comprehension أو فهم اللي فيها منقرأ مقطع من الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية والمقطع كالعادة ما أخذ من ترجمة المسج بايبل لأن ترجمة المسج بايبل بتأمن لتعابير ومفردات بنستخدمها بعالمنا الحالة كلمات معاصرة بنقدر نستخدمها نحن وعن نتكلم اللغة الإنجليزية المقطع اللي رح أقرأ لكمي اليوم هو من سفر دانيال الإصحاح الأول والإيات من 8 إلى 16 فإذا أنا عم بقرأ Daniel 1 verses 8 إلى 16 But Daniel determined that he would not defile himself by eating the king's food or drinking his wine so he asked the head of the palace staff to exempt him from the royal diet the head of the palace staff by God's grace liked Daniel but he warned him I am afraid of what my master the king will do he is the one who assigned this diet and if he sees that you are not as healthy as the rest he'll have my head but Daniel appealed to a steward who had been assigned by the head of the palace staff to be in charge of Daniel, Hanania, Michael and Azariah try us for 10 days on a simple diet of vegetables and water then compare us with the young men who eat from the royal menu make your decision on the basis of what you see the steward agreed to do it and fed them vegetables and water for 10 days at the end of the 10 days they looked better and more robust than all the others who had been eating from the royal menu so the steward continued to exempt them from the royal menu of food and drink and served them only vegetables this is his way to eat Daniel in this week He did not eat in his head on his head that he did not eat from the king only to eat but to eat he did not eat with a female eating and eating and it was the third He did Him and this is also He did the first time that he was the only child that is asked what it means that means that he was the same that he wanted to eat in the next two weeks it would be let him know how you can see وأكلكن الخاص بالمطعم. فخلينا سوى نستكشف هيدا المقطع وناخد منه كلمات نحملها معنا للفقرة الأخرى. الكلمة الأولى اللي رح أحكي عنا هي كلمة eating. Eating يعني يأكل. هو فعل يأكل مضاف إلى eat مضاف إلى ing. فإزان عم بيحكي إنه دانيال رفض إنه يأكل من أكل الملك. Eating يعني يأكل. The king's food يعني طعام الملك. or drinking. Eating يعني يأكل. Drinking plus ing. Drinking يعني يشرب. فإزان eating and drinking. Food and drinks. يعني أكل طعام أو شرب. أيضا في عنا كلمة diet. Diet يعني حمية غذائية. مثلا إذا أنتوا رحتوا على مطعم على restaurant. مثل ما رح نحكي لاحقكم. فيكن تسألوا المسؤول عن المطعم أو الموجود بالمطعم إذا في شيء أكل معين بلقمة diet اللي عم تتبعوها. يعني الحمية الغذائية اللي عم تتبعوها بتاعامكن. قطع معنا بالمقطع كلمة healthy. Healthy يعني هيدا الشخص هو صحي أو هو بصحة تامة. فإزان healthy as the rest. كان عم بيحكي إنه السيورد كان خيفين إنه هيدول الشباب لأنه ما عم بيأكلوا من أكل الملك. ما يبينوا أصحا مثل الآخرين. فإذا نستعمل كلمة healthy لما أخده من health من صحة. عم بيقول لهم هيدول الأشخاص إنه بصحة كاملة. بزيت المقطع وبزيت الآية منلقي العبارة he'll have my head. يعني he will have my head. he will have my head هي idiom بتقطع بهيدا الجملة بمعنى إنه الملك رح يقتلني رح يقطع لراسي. هي will have my head. يعني رح يقطع لراسي. رح يتم إعدامي إذا أنا ما سمعت أمر الملك. فهيدا idiom قطعت معنا بالمقطع وبنصحكم إنه الدونوا عندكم. أيضا في عنا كلمات vegetables اللي بيقطعوا معنا بالمقطع vegetables يعني خض رويت وسبق وحكينا عنها بالحلقة اللي تكلمنا في عن السوبر ماركت. وعنا كلمة water اللي بتعني مي وهو شرب فيكن تطلبوه. إنتوا بالمطعم فيكن تطلبوه. can I have some water please. وكلمة water هي noun. non count noun. يعني ما فينا نعدة ما فينا نقول can I have two waters. فينا نقول I can I have two cups of water. متل ما سبق وحكينا بحلقة ماضية. أيضا في عنا كلمة fed. وهي معناها أنه يطعم بالماضي. fed يعني أطعم هيدا الشخص أو أطعم هيدا للأشخاص وكان عم يحكي كيف أنه هو طعم دانيال ورفاقه خضار فقط خلال فترة العشر تيام لحتى يجربون. آخر كلمة رح نحكي عنا أنا وإنتوا هي كلمة served. كلمة served مأخوذة من verb to serve يعني أن يخدم. وجاية بمعنى مش فقط أنه يخدم مش شخص بل أيضا أنه يكون كويتر كنادل يعني هو عم بقدم له طعام. فكلمة served مع الإيدي بتصير بالpast. هي served them. هيدا الفود يعني هو قدم لهم هيدا الطعام. خلينا نحمل كل هيدا الزويدة اللي أخدناها من الكلمات ومننتقل سواء أنا وإنتوا لفقرة كلمات ومعاني موسيقى بفقرة بوكابولاري مثل العادة مثل ما قلتلكم رح نحكي اليوم عن موضوع كيف أنه إذا بتكونوا بمطعم كيف فيكن تطلبوا طاولة مش فقط طاولة بل أيضا تطلبوا الطعام اللي إنتوا بتكون يا. رح نبلش سواء ونحكي كيف فينا نحجز طاولة بالدرجة الأولى. فيكن تبلشوا بأنه تسألوا المسؤول عن مطعم أول مما هل عندك طاولة فارغة أو طاولة فاضية؟ يعني عندك مكان أنه تستقبلنا أيضا فيكن تسألوا العدد اللي إنتوا موجودين فيه مثلا إذا راح أنا ورفيقتي فيه يقلوا يعني فيك تعطيني طاولة نقعد عليها أنا وصديقتي نحنا يدور شخصين بحال كين بتكون تعملوا وهي كلمة سابق وأخدناها وأخدناها وأتحكينا عن الفندق إذا بتكون تعملوا حجز لطاولة فيكن تتصلوا أو تروحوا لعند الشخص وتقولولوا يعني أنا بحب أن أعمل حجز لطاولة بهذا المطعم أو فيكن تقولوا كلمة بك بتعني ذات معنى بس تجب بمعنى كلمة بك أنا verb مش noun مثل كلمة reservation فإذا I'd like to book a table أو I'd like to make a reservation يعني أنا بدي أحجز فيه ساعتا هيدا شخص راح يسألنا وين؟ يعني لأي متى بتكون تعملوا هيدا الحجز أو for what time لأي وقت إذا للغضاء أو للمساء أو اليوم أو بكرة ساعتا أنتو بتردوا عليه today, tomorrow, at lunch, at two بتحددوا الوقت اللي أنتو راح تجو فيه إذا اليوم today أو tomorrow غدا فيكن تحددوا الوقت والوجبة اللي راح تكونوا عم تتناولوا أنتو والأشخاص وتحددوا عدد الأشخاص اللي راح يكون معكن أيضا فيكن تسأل فيكن تنالوا السؤال for how many people يعني بدل ما يسألكم أنتو كم شخص party of جمالا بيسألكم party of يعني الgroup قدي مش بمعنى حفلة بيسألكم for how many people يعني لكم شخص بتكون هيدا الطاولة بهيدا الحالة أنتو بتكون تعدوا المجموعة اللي أنتو رايحين معه أو الشخص اللي أنتو رايحين معه وتعطوا العدد وقت توصلوا على المطعم أكيد راح يسألكم إذا عندكن reservation وساعتا أنتو رايما بتجيبو yes I've got a reservation يعني أنا عند حجز أو no I don't have a reservation وعهل أساس الويتر راح يكون عم بدلكم على طاولة مخصصة لألكم سواء تم حجزة مسبقا أو وقتا يلاقو لكم طاولة فاضية راح يجلسوكم ساعتا راح تنعطوا المنيو وصار دوركن أنه تنقوا الميل اللي بدكن تكلوها الوجبة اللي بدكن تكلوها أنتو عم تطلبوا الميل الخاصة فيكن فيكن تبلشو تسألو إذا عندن شرب إذا فيكن تنزلو شي تشربو مثلا ماي أو عصير فيكن تسألو can I get my drink أو إما بيجي الويتر وبيسألكم do you need any drinks do you need a menu can I get you some drinks بهذا الحالة الويتر عم بيحاول أنه يقودكن بخلال الوجبة طبعكن شو فيه ينزلكم بهذا الوقت فيكن تسألو الويتر if they have any specials إذا عندن أطباق مميزة تسألو الويتر do you have any specials عندكن أطباق مميزة أو أطباق أنت بتنصح فيها عندكن شي بيتميز فيه أيضا أيضا فيكن تسألو what's the soup of the day يعني شو الشربة لأعدد طوال اليوم شو هي الشربة اليوم فيكن أيضا تسألو الويتر what do you recommend انت بشو بتنصحني كونك انت دايق الأكل هون what do you recommend as a waiter what do you recommend انت بشو بتنصحني كلمة recommend بتعني نصيحة فيكن أيضا تسألو شو بيحتوي هيدا الطبق فيكن تدلو على المنيو على أمر معين وتسألو وتستسدش شو فيه بقلب هيدا الطبق أو هيدا الطبق بيتألف من شو وعهل أساس فيكن تقوموا باختياركن أيضا فيكن تقولوا I'm on a diet ساعتها الويتر بيقدر يدلكون على الأطعمة health foods الاشياء الصحية اللي بتتلقم مع الدايت الخاصة فيكن وذكركم مشاهدينا اذا كان عندكن حساسية عموضوع معين انه تنبهوا الويتر وتتأكدوا انه الأمر اللي عندكن حساسية منه منه موجود بالطبق اللي عم تطلبوه مثلا فيكن تقولوا I'm allergic to وتحددوا الشغلة اللي انتو عندكن حساسية عليها لا تتجنبوا أي مخاطر صحية أخرى فيكن تحددوا إذا كنتوا نباديين وتقولوا I'm a vegetarian أنا نباتي وساعتها بدلكون الويتر بدلكون النادل اللي الموجود معكن على الأطباق الويترين الأطباق النباتية اللي فيكن تتناولوها بالمطعم بالنهاية من بعد ما تنقوا فيكن تقولوا اسم الطباق وتقولوا I'll have this أو I will order this يعني أنا رح أطلب هيدا الطباق وتقولوا اسمه أو إذا عسر عليكم أنه تقولوا الاسم أنه تضلوا على المنيو وتقولوا لهم أي طباق بالنهاية خلص الأكل وكان الأكل كتير طيب رح يضل الويتر يقطع لعندكن ويسألكم is that all يسألكم أنه هيدا كل شي بعد بحاجة لشي فيه ساعتكن بشي أو بيسألكم would you like anything else بتحبوا تاخدوا شي آخر بتحبوا نزلكم شي تاني أنتوا فيكن جاي وبساعتها nothing else thank you يعني ما بقى بدنا شي شكرا كونوا عم ترفطوا طلبوا بلا باقة وتقولوا له أنه عنا كل شي نحنا بحاجة لقلو أو طلبنا كل شي نحنا بحاجة لقلو وبالنهاية فيكن تسألوا إذا كان عندكن مشكلة مع الأكل أنه نحنا مستعجلين قدي بعد بده وقت أنا بنصحكم المشاهدين أن نتكفوا معنا بالحلقات الأخرى لأننا رح نتكفى سواء كيف فينا مش فقط أنه ننهي الوجبة بسلام بل أيضا إذا كان عندنا مشاكل أو إذا بدنا ندفع الفتورة كيف نطلبها من الويتر وهلأ أنا وإنتو رح ناخد بريك سواء بس قبل البريك بذكركم أنه ترسونا على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو إنجلش أتقالداشوعد.tv فاصل ونواصل مشاهدين أهلا وسهلا فيكم من بعض الفاصل ننضم سواء هلأ لنبلش بفقرة القواعد بس قبلها بذكركم أنه ترسونا على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو إنجلش أتقالداشوعد.tv لتحصلوا على جميع موارد هيد الحلقة والحلقات الأخرى تكون معكم كدروس عملية تستخدموها وتقدروا ترجعوها باللغة الإنجليزية وأيضا مذكركم أنه يكون معكم ورقة وقلم لتأيدوا وتدونوا ملاحظاتكم الشخصية باللغة الإنجليزية وهلأ مننتقل أنا وإنتكم أنا وإنتو على فقرة الجرامر بفقرة الجرامر من حلقة اليوم رح نكون عم نحكي سواء عن البروناؤنز أو الضمائر حكينا بحلقات سابقة عن الناؤنز وكيف إنه فينا نحولها لبلورل وكيف إنه هي كاونت ناونز ونون كاونت ناونز بس أيضا بدنا نتذكر إنه إحنا ما فينا دايما نشير للأمور بأسمائها لنتم يتردد الإسم بشكل ممل بالجملة pronoun هو الضمير اللي منستخدمه ليحل مكان الناؤن مثلا فينا نقول Lisa is a nice girl عم قول إنه ليسا هي فتاة لطيفة فيه استخدم محل اسم ليسا شي أقول هي فتاة لطيفة إذا كنت سبق وذكرت اسم ليسا وما بدي كرره مرة تانية فإذا الضمائر تستخدم لريح الناؤن تمضلني عم بيستهلك الناؤن كتير بالجملة مثلا فينا أيضا نقول Would they help us هل هن معقول يساعدونا وعم بحكي عن أشخاص فيكن عم بضلة عليهم أو سبق وذكرتهم بالحديث فإذا الpronouns يستخدموا مكان الناؤن مكان الاسم كلمة pronoun أول جزء منها pro بيعني بمكان الميننج طبعا substitute لهيدا الشي فإذا pronoun يعني substitute of the noun الذي يحل مكان الاسم أنواع الpronouns كتير types of pronouns عنا personal pronouns demonstrative pronouns interrogative pronouns possessive pronouns relative pronouns reflexive pronouns intensive pronouns reciprocal pronouns and indefinite pronouns كل هيدول الدمائر رح نكون عم نذكرهم بحلقات أخرى بإنما بحلقة اليوم رح نكون عم نتكلم عن personal pronouns personal pronouns بمثل أشخاص أو أشياء يعني نحن عم نحكي عن أشخاص أو أشياء فينا نستعمل personal pronouns هلأ رح نتكلم عن بعض الأمثلة عن personal pronouns مثلا عنا I اللي هي أنا بتعفو وقت نكون عم نتكلم عن تصريف الأفعال وتنصرف فعل منصرفه بI you he she it etc هيدول pronouns اللي يستخدموا هنه personal pronouns رح نكون عم نتكلم اليوم عنه إذن I اللي بتدل علي أنا I هي personal pronoun you وقتا عم بتدل على فرد أو على مجموعة أو على مذكر أو على أنثى هي personal pronoun you هي personal pronoun he اللي بتدل على شخص على شب هو the personal pronoun she بتدل على أنثى هي it وقتا نكون عم نحكي عن جماد أو عم نحكي عن حيوان نستعمل it we وقتا نكون عم نحكي عن نحن أنا بالإضافة لمجموعة معينة مجموعة الموجود معها أو عائلتي أو الجروب اللي أنا معه they وقتا نكون عم نتكلم عن هم نستعملها كpersonal pronoun أيضا بالإضافة لهي دول الpersonal pronouns اللي بنستخدمون أثناء تصريف الأفعال باللغة الإنجليزية في عنا me اللي هو أيضا بيعني أنا عم بدل على نفسي me أوكي عنا him اللي بدل على هو وهر اللي بدل على هي us اللي بدل على نحن وthem اللي بدل على هم رح كنا عم بعطيكم بعض الأمثلة عن طريقة استخدام البرونون مثلا رامي's house is bigger than mine بيت رامي أكبر من بيته فيه بدل ما استخدم اسم رامي أنه حط his house is bigger than mine يعني بيته أكبر من بيته بهيد الحالة his إجت لحتى تستبدل رامي لحتى تكون substitute تبع noun رامي أيضا فينا نقول he doesn't want to go with them بهيد الحالة بما أنه جملة تكون بلسية ما بنعرف مين اله ولا بنعرف مين الذهم بينما إذا قلت رامي doesn't want to go with his friends بنعرف أنه he هي substitute لرامي وhis friends هي substitute لذهم أو بالأحرى them كبروناون هي عم تجي لتحل محل his friends فساعتها أنا بقدر من خلال سيئة المعنى أعرف البروناون جاية يحل محل أي اسم من أجل هيك مشاهدينا نحن عم نستعمل البروناون باللغة الإنجليزية مفروض أنه نكون كتير واضحين هذا البروناون جاية يحل محل أي اسم محل أي ناون لأنه مثل ما سبق وقلت لكم بمعنى الكلمة pronoun تعني أنه جاية تحل محل تستبدل ناون معين فبهيد الحالة أنتو بحاجة أنتو عم تستعملوا الناون تبعكم مثل اللي أعطيتكن بعض الأمثلة عنها أنه تحطوها بسيئة معين ينعرف مين الشخص اللي عم تحكو عنه رح نرجع للأمثلة اللي عاتيني بأول فقرة لنا ليسا هي بنت كتير لطيفة فتاة كتير لطيفة فينا نقول ليسا هي بنت يعني منحط نقطة فينا نكفي بحديثنا ونقول هي عندها سيارة بهيد الحالة شي إذا إجت محل ليسا لحتى ما نقول ليسا is a very nice girl ليسا has a car بهيد الطريقة إجت شي لحتى تدلنا على ليسا بلما تعيد الاسم ومشاهدين بنصحكم أنه أنتو أيضا تحاولوا تستخدموا البرونونز بحديثكم لحتى ما تستهلكوا الأسماء اللي عم تستعملوا وهلأ أنا وإنتو رح ننتقل سواء لفقرات الإديامز فإذا مشاهدين هيدا هي الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم رح نكون عم نحكي عن بعض الإديامز اللي إلهم علاقة بالطعام أو بالرستورانت مثل ما سبقوا كنا عم نحكي خلال الحلقة بذكركم أنه الإديامز هن عبارات تشبيهية ما بتعني حرفيا الموجود بالكلمة أو بالعبارة بل بالحر بتعني معنى آخر نحن بحاجة أنه نعرف خلفيته لنقدر نستخدمها بالشكل الصحيح الإديام الأولى لعننا اليوم لعننا هي هات بوتايتو هات بوتايتو حرفيا بتعني بطاطا سخنة بس هي كعبارة تستخدم وقتا بدنا نقول أنه هيدا المسألة هي مسألة شائكة أو هيدا الموضوع هو موضوع شائك بمعنى أنه هيدا الموضوع ما كتير بيتحكى عنه وأنه هو مثير للجدل بشكل ما فإذن فينا نتكلم عن بعض الأمور ونقول أنه هي مسائل شائكة بمجتمعنا نستخدمها باللغة الإنجليزية هات بوتايتو رح أعطيكم إكزامبل عم نقول أنه مسألة بناء معمل أو مصنع بهيدا الحي هي فعلا مسألة شائكة وكتير فيه عليها جدل بالنسبة لمجلس المدينة بهيدا الحال عم نقول أنه هيدا هيدا المسألة مش الكلمة تفق عليها وكتير عليها جدل وكتير عليها مشاكل استعملنا عبارة هات بوتايتو أيضا في عنا idiom pie in the sky pie in the sky ككلمة حرفية بتعني فطيرة موجودة بالسماء بس هيدا العبارة ما قالها أبدا علاقة بالأكل بل بتعني أنه الفكرة اللي تطرح هي فكرة مستحيلة وما معقول تتحقق مثلا فينا نقول يعني الأفكار اللي بيطلع فيهم الكوزن طبعي ونحنا قلنا الكوزن في تعني ابن خال أو ابن خالة ابن عم أو ابن عم فهو عم بيشير لرابطه عم بيقول أنه الأفكار اللي بيطلع فيها هي دايماً أفكار مستحيلة ولا مرة رح تتحقق استعمل الإديام pie in the sky آخر إديام عنا إياها لليوم هي eat humble pie كإديام حرفية بتعني eat ياكل فطيرة التواضع humble pie بس eat humble pie بتعني أنه هيدا شخص تطر أنه يتواضع ما إلا علاقة بالطعام بل إلا علاقة بأنه شخص تطر أنه يتنازل وأنه يتواضع رح أعطيكم example عنه example بقول our boss was forced to eat humble pie after he made the wrong budget estimate for next year يعني الرئيس عنا بالشغل اضطر أنه يتواضع ويعتذر من بعد ما لقى وجد نفسه أنه هو اقترف خطأ بالنسبة للبجت بالنسبة للمصاريف المحددة للسن المقبلة فإذا تم استخدام هيدا الإديام مش بمعنى هون الحرفة المتعلقة بالطعام بل بمعنى هون التشبيه بمعنى هون المثالة كلمة لتنضل على أمر معين على فكرة معينة ورح أرجع كرر الإديام للمرة الأخيرة لتدونوه عندكن أول إديام كانت hot potato وقتا نكون عم نحكي عن مسألة شائكة عن موضوع على كتير جدل والعالم ما بيتوافق عليه من سمي hot potato تاني إديام استعملناها هي pie in the sky pie in the sky بتعني أنه هيدا فكرة مستحيلة وما معقول تتحقق بنستعمل لها إديام pie in the sky أيضا في عنا آخر إديام اللي هي eat humble pie بمعنى أنه هيدا شخص طر يعتذر طر أنه يتواضع استخدمت وقتا حكينا عن رئيس الشغل اللي ألاقى حاله أنه مغلط وطر أنه يتواضع جبر أنه يعتذر ويتواضع ويرجع عن خطأه بنصحكم مشاهدينا أنه أنتوا عم تسمعوا أحاديث باللغة الإنجليزية أو عم تقرؤ حتى بالكتاب المقدس مثل ما شفنا بالفقرة الماضية فيكن تلاقوه إديام الإديام موجودة حدكن وحواليكن لكن أنتوا أنوا تفتحوا دينايكن تسمعوها تستخدموها بالشكل الصحيح أنتوا عم تتكلموا اللغة الإنجليزية وهلأ أنا بدي ودعكن بس قبل ما ودعكن بذكركم بالإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو من خلاله فيكن ترسلونا تحصلوا على موارد هيد الحلقة وحلقات أخرى لتقدروا يكون عندكم دروس اللغة الإنجليزية موجودة بين إيديكن تقدروا تراجعوها بأي وقت ممكن وهلأ أنا بودعكن رسلونا ونشوفكن بالحلقة المقبلة ربي بارككن اشتركوا في القناة